يعني دي برضو مصادر بالنسبة لنا مؤكدة بشكل كبير بيرمتز بيعرض خمسة مليون دولار للتعاقد مع مصطفى محمد وعبدالله جمع اتنين اللاعبين طبعا اللاعبين مميزين قيمة الصفقة ان خمسة مليون دولار للتنين اللاعيبة اربعة لمصطفى محمد ومليون دولار لعبدالله جمع طبعا يعني انا بقول لكم تقسمتها تقسمتها كالتالي ان هي هتبقى على اربعة اقصات القصة الاول مجرد ان نادي الزمالك يوافق على هذه الصفقة ويتم التعاقد بيبقى القصة الاول وبقى القصة على مدار تسع شهور بمعدل قصة كل تلت شهور ده بالنسبة لهذه الصفقة او هذا العرض المقدم من نادي بيرمتز لنادي الزمالك وده شيء برضو يعني في التفاوض هل المصطفى محمد برضو الراجل كان بيتكلم ان هو مش عايز يبقى متواجد في مصر هو عايز احتراف خارجي وليس احتراف دخلي وان كان حتى المبلغ ممكن يكون مغري ومميز لمصطفى محمد وعبدالله جمع